بدون شد المقدار على المنورة بسبب تحسن الوضع الاقتصادي والمالي لروسيا من 2014 حتى الآن بقالوا 8 سنين بيحسن هذا الوضع ما بين تقفيد قيمة الدين ما بين تقفيد استثماراته في الدين الأمريكي ما بين تقوين احتياطي نقدة أجنبي أكثر من 645 مليار دولار ربع فقط دهب 2300 فوجانة شديدة أستاذ أحمد طيب دكتور نبيل خلينا أرجع لحكي لأن العقوبات عادة لا تؤثر ولا تسقط دول أمريكا عملت عقوبات على إيران 10 سنوات وإيران النهاردة أمريكا بتجري عشان تقعد معهم مدير وكالة الدولية للطاقة الزرية النهاردة موجود في طهران عشان يطمئنه عشان يصل الاتفاق وقال لك يعني اقترابنا نوصول الاتفاق يعني ما أسقطتش إيران قبل كده أيام القذافي عمل عقوبات على ليبيا أسقطوا القذافي بحاجة تانية لما الحرب وقتلوا الشعب الليبي واغتالوا القذافي في 2011 كوريا الشمالية لسا مبارح عمل صاروخ باليستي ضرب صاروخ باليستي مبارح نحية بحر اليابان والوحدها كوريا الشمالية فإذا العقوبات لا تسقط دول فدكتور نبيل معنا؟ أنا معرفش شايفني حضرتك؟ شايف حاجة دلوقتي تفضل شوف حضرتك أنا مش عايزة أتكلم بس عن نظام أنا مش عايزة أتكلم على النظام رغم العقوبات على إيران إيران استطعت ونجحت إن هي تخصب يورانيوم بنسبة 60% يعني مستوى قريب جدا من 90% اللي هو بيؤهل إيران لاستخدام الوريانيوم بسلح نغوي ده في نفس الوقت وزي ما حضرتك بتقول فيه هرولة للاتفاق مع إيران أنا مش عايزة أتكلم بس هل الهرولة معلش دكتور الهرولة هنا نتيجة إنه العالم النهاردة وأمريكا محتاجة بترول إيران بديل لبترول روسيا؟ الحقيقة سيد أحمد إيران بتلعبها مصبوط إيران بتلعبها مصبوط وبتحاول اليوم سد العجز وسد الفجوة لتوريد الغاز الطبيعي إلى أوروبا ما أشوف خضرتك قطر مش هتنفع الولايات المتحدة مش هتنفع الجزائر مش هتنفع قطر تقريبا عندهم 77 مليون تن تقريبا 95% منها تم بيعه بوقود طويلة الأجل مع الصين وبعض الدول الأسيروية زي كوريا زي اليابان زي شاكارتا وهكذا أما بالنسبة لأمريكا أمريكا لايمكن تصدير غاز طبيعي عن أنابيب لازم يكون غاز مسال الغاز المسال الكلفة بتاعته عالية جدا إن يرويش اللي هي البلد الأوروبية الوحيدة التي يمكن أن تورد غاز طبيعي لأوروبا عندها 100 مليار متر مكعب من بحر الشمال كله بتوديه ما فيش الطاقة الإنتاجية غير متوفرة شرحه كزائر الوحيد اللي ممكن اللي ممكن البدائل غير متاحة البدائل صعبة المنال بالنسبة لاستبدال الغاز الروسي لأوروبا حاليا اللي بتستورد أكتر من 200 مليار متر مكعب من احتياجاتها 550 مليار متر مكعب في أوروبا والاستهلاك عالي جدا زي ما قلت لحضرتك ألمانيا الوحدة 53 لخمسة الرئيس بايدن مبارح يا دكتور نبيل قال إن احنا في الطريق إن احنا نفرض عقوبات مش عايزين الغاز ولا النفط الروسي الرئيس الأمريكي مبارح قالي الكلام ده بيقول بنان عليه وفعل وإنه ما فيش دولة هتغطي أو تقدر يعني تاخد مكان روسيا في الغاز والبترول تحديدا وبتحاول النهاردة إيران إن هي ترتف حول العقوبات وإن هي بتقولك إن I can be ready في خلال شهرين إن أنا أورد لأوروبا الغاز المسال كلفته عالية جدا